موسيقى أهلا وسهلا بكم يا أصدقاء حدثتكم الأمس عن حلم نواف بأن يلون مدينته البنية بالألوان التي يحبها هو فهل يحقق حلمه؟ سوف نرى في صباح اليوم التالي تكلم نواف مع والديه بشكل جدي وأخبرهما فكرته بالتفصيل قال أريد أن أدهن واجهة البيت بطلاء أزرق ورمادي لم يعارض والد نواف على العكس شجعاه لينطلق في التنفيذ أحضر والده الطلاء وأحضرت أمه الأدوات لون الجميع واجهة البيت الواجهة أصبحت جميلة وأفضل من قبل بكثير في اليوم التالي انتشر الخبر في المدينة وزارهم الجميع كلهم يودون معرفة التفاصيل فرح نواف جدا بالنتيجة وشرح للجميع التفاصيل وأقنعهم بتجربة هذا النشاط في يومهم هذا فأعلنوا هذا اليوم يوم عطلة رسمية في الليل أنهى الجميع عملهم وذهبوا إلى تلة ليرأوا شكل المدينة الجديد أشرقت الشمس ورأوا وجه المدينة الجديد هذا أجمل ما رأوه منذ زمن طويل فرح نواف فرح جميعا وسمي ذلك اليوم بيوم التلوين هكذا حقق نواف حلمه وانتهت الحكاية غدا حكاية جديدة فإلى اللقاء يا أصدقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر